أهلا بكم نبدأ الأخيرة اليوم من العراق فقد أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عقد لجنة النزاهة اجتماعا استثنائيا الأربعاء المقبل للتحقق من ضياع 3.7 تريليون دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين كما وجه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظم بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات في عملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المالية في حين أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة قض على المشتبه بتورطهم في أكبر عملية سرقة في العراق نصب الحرية في العاصمة العراقية بغداد برموزه يدلل على تطلع العراقي إلى التحرر والثورة على كل ما هو فاسد لكن أغلال الفساد تبدو محكمة وممنهجة والنتيجة أضخم عملية اختلاس للمال العام في تاريخ العراق 3.7 مليار دينار عراقي توازي مليارين ونصف المليار دولار نهبت من مصرف الرافدين الحكومية والمرتكب قيد التحقيق لدى المجلس الأعلى للقضاء وفق مصادر حكومية هيئة النزاه الاتحادية أكدت أن المبلغ الضخم سرقة من أمانات الضرائب وعبارة عن عائدات ضربية وجمركية جرى سحبها من قبل خمس شركات وتحويلها إلى خارج العراق على امتداد أحد عشر شهرا المصرف ينفي دلوع بصماته في أي تلاعب أو سرقة والشكوك تحوم حول فريق وزارة المالية في حكومة القادمة لسيما بعد استقالة وزيرها إحسان عبدالجبار وتكليف هيام نعمة بالمنصب بالوكالة أصوات النيابية ارتفعت مطالبة بقسم ظهر الفاسدين والفساد وصفة الفضيحة بالخيانة الوطنية والاستهتار بمافيا الفساد حسب وصف قتلة دولة القانون بينما تساؤلات عدة تثار بشأن تزامن توقيت الإعلان عن الفضيحة المالية مع تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة وأرباك مشاورته في حين يرجع مراقبون كشف الاختلاس إلى تصفية حسابات سياسية بين أحزاب ومسؤولين عراقيين العراق هذا البلد الذي أصبح الفساد سمة أساسية في اقتصاده السياسي وجزءا من يوميته كما تشير الدلائل وتقول مبعوثة الأمم المتحدة إليه جينين بلاسخارت ينهب من قبل شبكة منظمة أتقنت الفساد حتى تفننت في أسليبه مع ميزة النجاة من المحاسبة القانونية كما يحتل العراق المرتبة 157 من أصل 180 دولة الأكثر فسادا في العالم وفق منظمة الشفافية الدولية للعام الماضي وجريمة الاختلاس الراهنة والتي تعادل ميزانية الدولة كفيلة بدفع العراق إلى صدارة القائمة وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أربيل كاظم الجحيشي الباحث السياسي سيد كاظم أهلا بك أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع خبر هذه العملية كيف تمت عملية بهذا الحجم وعلى مدى عام كامل كانت تتسرب الأموال من العراق إلى الخارج في وقت في أكثر من مستوى للرقابة داخل البنك نفسه وداخل البنك المركزي ووزارة المال كيف يمكن أن يتصور المرأة أن تحدث سرقة بهذا الوزن في العراق نعم بدءا تحية لجنابكم الكريم وإلى قناتكم الكريمة وإلى مشاهديكم الأكارم حقيقة العراق قبل عام 2003 كان دولة ذات سيادة ودولة ذات نظام أمن عام هو تقريبا الأول بالشرق الأوسط من ناحية الأمن أما بعد 2003 وتحديدا عند الاحتلال الأمريكي الغاشم وأحزاب السلطة التي نجاء وتسلموا الصدارة وتسلموا الحكومات المتتالية والمتعاقبة من 2003 إلى اليوم أفقدوا العراق نظامه الأمن أولا وأفقدوا العراق قيمته المعنوية حيث لا يوجد لدينا دولة اسمها الدولة العراقية بل توجد لدينا حكومة كل أربع سنوات تنتخب ولديها ميزانيات تختفي هذه الميزانيات ومن ثم نعول على الدورة الأخرى هذا من ناحية من ناحية أخرى أخي العزيز أي أمر القاء قبض أو حسب ما سماعت فيه تقريركم هذا الموضوع أمنيا أمنيا المفروض هذه خيانة عظمى تندرج ضمن الجرائم الدولية وضمن الجرائم الآن اعتبرها الإرهابية التي يعني ميزانية دولة كاملة طيب ما هو نوع التحقيق وإحنا زينا نحن مو بس هاي الأموال اللي اختفت من العراق أموال أهواء يعني انسرقت وراحت ولكن هذه المرة من مصرف الرافدين من مصرف الرافدين كان يفترض كان يفترض أولا غلق الحدود وغلق المطارات أمنيا أنا أحللها لكم أمنيا أيضا غلق المطارات وإيقاف الرحلات لأن مبلغ مليارين إضافة إلى عملية غسيل الأموال كيف تمت ونحن دائما كنا نحذر من عملية غسيل الأموال والتي تجري يوميا راح تستغربون نشوان تجري يوميا تجري يوميا من خلال مزاد بيع العملة لدينا يوميا يباع مزاد بيع العملة إلى شركات صيرة فهذه الشركات بحجة تستوردنا طحين تستورد كذا هذه عمليات حقيقة غسيل للأموال هذا المبلغ الطائل يعني مليارين مو بسهولة واحد يحول مليارين إلى دولة أجنبية نعم ولكن ليست هذه المرة الأولى سيدي فيما يتعلق بحجم الأموال فعلا ربما للمرة الأولى بهذا الحجم دفعة واحدة أو في مرة واحدة اكتشف ولكن يعني العديد من المليارات خرجت من العراق في فترة حكم مصطفى القاظمي أو نوري الماركي الثانية فترة حكمه الثانية تقريبا سبع مليارات دولار خرجت يعني وتتوالى الحكومات وتتوالى بعد ذلك التعاهدات بمحاكمة الفاسدين وبمحاربة الفساد المالي السياسي ولكن في كل مرة نفس المشكلة وفي كل مرة نفس الأزمة من يحمي من؟ نعم سيدتي العزيزة في عام 2014 في عام 2014 قيمة الأموال التي رصدت من قبل المجلس الأمن المهربة إلى كل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 480 مليار هذا مجلس الأمن بدوله دائمة العضوية الخمسة طلبوا من ممثل العراق وقالوا له بالحرف الواحد والتقرير موجود لديه قالوا له نحن نتعاون معكم لإرجاع وإعادة هذه الأموال إلى العراق مع كل الأسماء التي قامت بتهريبها ولكن العراق في عام 2014 ندح سبليتش نحن بعدنا في عام 2014 480 مليار مهربة مجلس الأمن قال نحن مستعدين بطلب من العراق وهذا قانونا العراق لم يحرك ساكنا لماذا؟ لأن الأحزاب السلطوية هي المنتفعة من هذا الموضوع لديهم شركات الصيرفة تبعهم فهي الحاكمة هي القابضة على السلطة فإذا من يحاكم من؟ من يحاكم من؟ هنا على رئيس المكلف السيد محمد الشياء السوداني والذي ألزم نفسه بتعاهدات بمكافحة الفساد أن أول موضوع أنا بصفتي مطلع على القانون الدولي وعلى هذا القرار أن يطلب من ممثلنا في مجلس الأمن أن يفعل هذه الاتفاقية التي أبرمت في عام 2014 ويطالب بالأسماء ولكن أي أسماء؟ أنا أتكلم الآن وفق القانون ولكن الأسماء إن ذكرت هي كلها موجودة من ضمن الأحزاب المشاركة بالسلطة طيب هنا هل يستطيع السيد المكلف رئيس الوزراء أن يتخذ مثل هكذا خطوة؟ هذا الكشف عن هذا المبلغ جاء في وقت حساس ربما بالنسبة للعراق في وقت يقبل فيه على تشكيل حكومة جديدة برئاسة السوداني هل من دلالة لهذا الكشف خاصة أن هذه العملية كانت مستمرة على مدى عام كامل وداخل بنك واحد في بغداد يعني لماذا تم الكشف الآن عن هذه العملية وبدأ مباشرة القضاء في توجيه الاتهام إلى جهة محددة أو إلى شخص محدد وكذلك تحرك البرلمان من خلال لجنة النزاهة لتداول حول هذا الأمر هل من دلالة؟ نعم الدلالة هنا واضحة أخي العزيز ووجهة نظري آني بالنسبة ليش انكشفت الآن بالذات التوقيت هذا نخليه بينقوسين ونخلي عليه علامة استفهام ليش هذا التوقيت؟ لأنه السيد محمد الشياع السوداني هو حزب الدعوة والإطار بصورة عامة نحن صار لنا سنة كاملة يمكن جنابكم تعرفون لدينا انسدات سياسي الكتلة الفائزة كان السيد الصدر مع الكتلة الأخرى ولكن الإطار الآن أصبح هو الكتلة الأكثر عددا والذي يشكل الحكومة هنا نكشف في هذا لكي يسقط أنا وجهة نظري لكي يسقط الشرعية عن هذه الحكومة وعن جميع الأدوات هذا تحليلي والتحليل الآخر هذه العملية إن تمت وكم تم الكشف عنها حتى يقول الإطار بأن حكومة الكاظمي هي التي قامت بهذا الفعل وهي التي أخفت هذه المعلومات ولكن وجهة نظري أن الشعب ناقم والشعب لا يريد حكومة توافقية محاصصاتية وهي تشكلت رغم أن في الشعب العراقي نحن نحكيها بصراحة وهذا واقع حال ونحن نرى متابعين بدليل إحاطة السيدة بلسخارت نحن نتحدث بالقانون ولا نتهم الناس جزافا ولا نتهم الشخص السياسيين إحاطة السيدة بلسخارت قالت بالحرف الواحد سلاح الدولة هو أعلى من الدولة السياسيون الحاليون والسابقون والذين حكموا البلاد من 2003 إلى اليوم هم فاسدون بامتياز وقالت أيضا السياسيين ووصفتهم بالزبانية عبارة الزبانية في القانون الدولي لم تطرق إلا مرة واحدة وهي التي أطرقتها في مجلس الأمن الدولي بما معناه أنهم لا يستحقون تولي حكم البلاد أو تولي رئاسة الدولة نعم هي قالت بالحرف الواحد بأن الفساد متجذر في العراق وهو سيمة من سيمات العراق تحدثنا عن الفساد المالي السياسي شكرا لك سيدة كاظم الشحيش البحث السياسي كنت معنا مباشرة من أربيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر